اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التاجر يجمع المؤونة المتسول التاجر جمع المؤونة والمتسول أخذ المؤونة أخذ المؤونة كهبة من الله تعالى إذن أخذ المؤونة بفضل من؟ بفضل الزوجة التي قدمت له هذه المؤونة إذن الزوجة أعطت المؤونة للمتسول إذن أعطت أعطت المؤونة أعطت المؤونة للمتسول 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 هذه الزوجة أما الجدة ماذا فعلت الجدة؟ الجدة بعد أن جاءت إلى بيت ابنها التاجر أخذت بنصحه يعني لامته أولاً ثم نصحته وعلمته القيمة الحقيقية لشهر رمضان أنها ليست بالطعام وإنما بالعمل الصالح وبالتقوى إذن الجدة نقول نصحت لامت ونصحت التاجر نقول لامت لامته النبته ونصحت التاجر يعني ابنها لامت ونصحت التاجر إذن هذه كل الشخصيات الشخصيات القصة يعني كل شخصيات واجدارت الآن أوضف جمع التكسير نحن أوضف هنا جمع التكسير حول المفرد إلى الجمع وسطر تحت جمع التكسير مثلا طاف الحاج حول الكعبة هنا الحاج وهذا الحاج ره مفرد طاف الحاج نقوله في الجمع طاف الحجاج طاف الحجاج طاف 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 الحجاج حول الكعبة طاف الحجاج حول الكعبة وهنا الحجاج هو جمع التكسير الحجاج هو جمع التكسير ما هو فرق أطفالي بين الجمع التكسير وجمع المذكر السال إذن جمع التكسير أطفالي هو الذي يعني كما نقوله نكسر نكسر مفرده نكسر مفرده الجمع في الجمع يتغير أما جمع المذكر السليم لا نكسر مثلا عندما أقول لكم معلمون معلمون لاحظوا معلمون الجمع تعوه معلمون معلمون ما زلت باقيه ما قصرناها حاولت معلمون زدنا الواو والنون فقط هذا جمع المذكر السليم أما جمع التكسير فنكسر المفرد الحاج حجاج إذن حاج ما كانش تكسرت دمنا حجاج كيف هو النون مثلا نعطيكم مثال آخر كرسي هذا كرسي في الجمع كراسي إذن كرسي تكسر المفرد تعوه تكسر وصار كراسي كي يقول لكم مثلا متسول هذا متسول في الجمع متسولون إذن متسول هاوليك متسول فقط زدنا الواو والنون ما قصرناش المفرد إذن الفرق هو أن جمع التكسير يتغير المفرد تعوه أما جمع المذكر السالم لا يتغير وإذا بغيتوا تدوا معلومة أكتر وزيدوا تفهموا أكتر كاي فيديو رح أعطيكم رابط تعوه في صندوق الوصف إذن تبعوه باش تفهموا أكتر نواصل يتربس النمر بفريسته يتربس النمر في الجمع تتربس النمور تتربس النمور بفريستها تتربس إذن تتربس النمور النمور وهذا هو جمع التكسير بفريستها بفريستها إذن النمر نمور تكسر المفرد تكسر صار نمور ما خلناش النمر وذنى وأنون ناميرون كما في الجمع المذكر السالم قلنا جمع المذكر السالم وأكرر ما يتكسرش المفرد فقط نضيف الوا والنون أو اليأ والنون مثل معلمون معلمون معلمين يا إما الوا والنون يا إما اليأ والنون لكن المفرد لا يتكسر جمع التكسير يتكسر المفرد يعني يتغير انطلق صاروخ من الفضاء إذن انطلقت السواريخ إلى الفضاء انطلق صاروخ إلى الفضاء انطلقت السواريخ ستتكسر صاروخ ما قعدش كما هكا تبدل رجح صاروخ مشيش صاروخون خطأ كما الجمع المذكر سالم وإنما هو جمع وتكسير يجب أن يتكسر إذن انطلقت انطلقت الصواريخ إلى الفضاء انطلقت السواريخ نستطر عليها هذه جمع وتكسير إلى الفضاء هنا يا أفطر الصائم على تمرة إذن هنا يا أفطر الصائمون لاحظوا صائم صائمون المفرد لم يتكسر هذا ليس جمع وتكسير هذا جمع المذكر السالم لأن المفرد لم يتكسر بقيه وهو صائمون وزنفقة والنون على ماذا على التمور التمور إذن تمرات تمور تمور هنا يا رأى جمع التكسير تكسر مفرده إذن أفطر أفطر الصائمون صائمون هذه منصة ترشع لها لأنها جمع المذكر السالم على التمور 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 لها جمع التكسير هذه جمع التكسير جيد هنا وصل الدراج إلى خط النهاية وصل الدراجون هنا لم تتكسر دراج دراجون دراجون هنا لجمع المذكر السالم إلى خط خط النهاية إلى خط النهاية إذن هنا وصل الدراجون إلى خط النهاية وهنا لا تتكسر لها لأنها جمع المذكر السالم هنا أيضا هنا كأنه كان منا المفروض أننا من حول هاش بيض أن نقول أفطر السائمون على تمرة ونستر فقط على الصائمون لأنها جمع المذكر سالم أما التمرة كان ممكن أننا من حول هاش كان ممكن أننا هذه الجملتين مفيهاش جمع المذكر السالم لأننا من نقول لا نقول أفطر الصائمون على تمور وصل الدراجون إلى خطوط النهاية إذن نقول فقط وصل الدراجون هناك خط نهاية واحدة والصائمون جميعهم يفطرون على التمر يعني كل صائم يأخذ التمر إذن هنا التمور كان من المفروض ما نحاولهاش لكن لا بأس نحاولها وهي جمع التكسير إذن هنا أوضف اسم الفاعل لاحظ الصورة ثم أكتب تحتها اسم الفاعل المناسب ما معنى اسم الفاعل؟ لاحظوا هنا تنام البنت على سريلها من التي تنام؟ من هي؟ البنت البنت هي الفاعل هي التي تنام إذن تنام البنت على سريلها البنت نائمة 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 تنام البنت فهي نائمة هذا هو اسم الفاعل أو الولد هذا ولد إذن نقول نائم نائم ينام الولد نائم نائمة نائمة إذن البنت نائمة أم الولد إذا كان ولد أظن أنه ولد مليش نشوف المليه إذن نائمة هنا تسوق المرأة تسوق المرأة المرأة هي الفاعل المرأة هي الفاعل التي تسوق إذن نقول المرأة سائقة المرأة سائقة سائقة لأنها هي التي تسوق سائقة هذا اسم كل اسم فيه ضمتين أو فتحتين هو اسم إذن هنا سائقة تدل على أن هذه المرأة قامت بفعل السياقة هي تسوق هذا اسم الفاعل الفاعل هنا هو الولد الفاعل هنا هي المرأة وهنا هي بائع يبيع البائع يبيع إذن نقول ماذا؟ بائع بائع والذي يبيع البائع يبيع الحلويات فهو بائع هذا اسم الفاعل الفاعل والبائع هو الذي يبيع إذن هذا هو هو اسم الفاعل جيد إذن خليكم في أمان الله أطفالي إلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته